لم يختلف عام 2020 كثيرا عن الأعوام التي سبقت فيما يتعلق بملف النازحين والمهجرين والمخفيين وغيرها من ملفات حقوق الإنسان إلا من حيث تعقد الحلول أو غيابها مع تواصل الانتهاكات دون رادع فبعد أن دمرت العمليات العسكرية مدنهم وقراهم وحولت منازلهم إلى خراب تريد الحكومة أن تدعي لنفسها إنجازا وهميا بإعادة النازحين قسرا وعلى الرغم من فشل إدارة الأزمة في مخيمات كانت الأوضاع فيها مأساوية بكل ما للكلمة من معنى واجهت الخطوة الحكومية لإعادة مئات الآلاف من العوائل رفضا واسعا بسبب المصير الغامض الذي ينتظر تلك العوائل في ظل تحول مناطق سكنهم إلى مدن محطمة بلا خدمات ومفتقدة للأمن ويؤكد موقع ميدلست أونلاين أن سلطات في العراق تجبر العائلات على مغادرة المخيمات إلى مناطق دمرت الحرب دون أن تجاهزها بأفسط ضرورات الحياة في خطوة تصنع مأساة أخرى وسط تربص الميليشيات بالعائدين مخاوف تتطابق مع قلق منظمة العفو الدولية التي أكدت أن ألاف النازحين العراقيين أصبحوا اليوم عرضة لمزيد من المخاطر وسط منع حكومي متعمد للألاف منهم من الحصول على الوثائق الرسمية التي تعتبر ضرورية للتوظيف والتعليم ولتلقي الخدمات وحرية التنقل في حين يؤكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أن الآلاف من الأطفال الأيتام والأرامل باتوا مشردين في العراء بعد طردهم قصرا من المخيمات ومنعهم من دخول المدن من قبل الحشد العشائري على الجانب الآخر تقف الدولة بكل مؤسساتها عاجزة عن إعادة مدن لأهلها بعد سيطرة الميليشيات عليها ومنع سكانها من العودة كما هو الحال في جرف الصخر التي تحولت إلى معسكر لتلك الميليشيات ومعتقل كبير يفتح الباب أيضا أمام ملف المغيبين الذين تزداد أعدادهم ويزداد التساؤل عن مصير هذا الملف الذي يمثل دليلا شاخصا على الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في العراق ملف مثقل بالفساد والانتهاكات الحقوقية ضحيته شرائح واسعة من الأبرياء بينما تؤكد منظمات إنسانية أن التأخير في إيجاد الحلول يمكن أن يخلق صدعا جديدا ودائما في المجتمع العراقي وأن الفشل في استيعاب النازحين سيكون له تداعيات مدمرة طويلة المدى